للوقوف حول هذا المنضوع انضموا لنا عبر الهاتف جمال المعمري الرئيس منظمة إرادة للحقوق والحريات مرحبا بك أستاذ جمال حياكم الله وبيعاكم أستاذ جمال آلاف المخفين قصرا في السجون في اليمن منذ سنوات كيف يمكن إيصال مظلميتهم للعالم والإفراج عنهم؟ أولا شكرا للاستضافة ولا يقوم على حد ما يجري في الساحة اليمنية من انتهاكات ومن إرهاب من قبل المليشيات الحوتية للشعب اليمني الذي هو في معتقل كبير تحت سيضرة تلك المليشيات كيفية إيصال الرسالة هي عبر المنظمات الدولية هي عبر المنظمات المحلية التي تنقلها إلى المنظمات الدولية إلى مجلس سجل الإنسان العالم إلى مجرر الأمم المتحدة إلى كل الهيئات المناهضة للتعبيب والإخفاء القسري الأرقام مهولة جدا وخلال الفترة الماضية بلغت الأعداد من بعد انقلاب صنعاء الذي قامت به المليشيات فاق عشرين ألف مختطف هناك أكثر من أربعمائة طفل الذين تم اختطافهم طيلة الفترة الماضية هناك مئة وسبعين أو خمسة مئة وسبعة وخمسين أمرأة حتى الآن في معتقلات الحوثية أكثر من أربعمائة وعشرين من كبار السن ما تعاية تقوم به المليشيات الحوثية من وضع المختطفين كدروع بشرية وآخرها ما رأينا في كلية المجتمع بذمار والذي تعرض فيها لحياة العشرات للقاتل للقاتل بسبب وضعهم هدف للطيران التحالف بدون أن يبلغوا طليب الأحمر أو أحد يعرف بمكان تواجدهم ينقلونهم من هذا المكان إلى الآخر في معسكراتهم وفي مخازن الأسلحة تسببت مليشيات الحوثية أخي العزيز في أكثر من 3500 مخفي كثري طيلة الفترة أكثر معنا أكثر من 300 مخططة حتى الآن ما زالوا مخفيين كثريا لا يعلم أحد مصيرهم احتلت العاصمة الصنعاء المرتبة الأولى ثم تلت الحديدة وحجة والمحويت هناك أيضا معنا صعدة وعمران يعني شبه تعتيم كامل عن وضع الإخفاءات التي حصلت منها لا ننسى حجور هناك أكثر من 600 من الذين اختصفوا من أبناء حجور في أحداث حجور وما زالوا حوالي 300 مخفيين قسريا حتى الآن فقط من حجور نحن نتكلم عن أرقام وعن أعداد لم تشمل المخططين في صعدة وفي محافظة عمران نعم وخاصة يعني مديرية حجور وبعض مديريات يعني كشر أستاذ جمال كيف يمكن الوثوق بالمنظمات التي ذكرتها وهي متراخية مع المليشية بعضها إن لم نقل جميعها بعضها نحن لا نتكلم عن تلك التي تعمل بوتيرة رضيها المتوكل ومن في صفها أولئك الذين يزورون الحقائق ويردون الجاني هو الضحية والضحية هو الجاني نعم هناك يعني ما نستطيع أن نقول أن الصنعاء والمحافظة التي تحمل سيطرة الحوثيين قد أصبح سجن كبير وسجن يعني كمعتقل أصبح اليمنين فيه يعانون صور الموت ليلة نهار لا ننسى ما يتعرض للمختطفون من تعذيب وقتل وحفي وتطهير بداخل الزنزانات الحوثيين سواء كانوا في العمن القومي أو العمن السياسي أو الجريمة التي كانت آخرها قبل أيام والتي حصلت في أربقة السجن المركزي ابتزاز الأهالي وأخذ الإتاوات وحرمان أبنائهم من زيارة أهاليهم وحرمانهم من الاتصالات وإخفائهم لطيلة الفترة للمساجرات بهم وما رأيناه بالأمس يعني يوم الجمعة الماضي لم يكن قد بلغكم قامت مليشيات الحوثي بإطلاق الكثير من عناصر القاعدة من السجن في عملية تبادل للأسرى معهم بينما أسرى الشرعية مرفوضين حتى اللحظة ولا يريدون أن يزبادلوا بهم ولا أن يطلقوا صراحهم إنما يريدون زعزعة الأمن والاستقرار والهيمنة على الناس وإضعاف شوكة أي قلم حر أو من يريد أن يناهض فكرهم الإيراني أشكراك بصلاة الرسالة للأستجامل المعمري رئيس منظمة إرادة للحقوق الحريات كنت معي عبر الهاتف شكراً جزيلاً